اشتركوا في القناة ومرحبا بكم على نظام الجدارات في حلقة جديدة للصف الثاني قسم اعمال الخرصانة الحلقات اللي فاتت احنا كنا بنتكلم مع بعض على الشدات الخشبية لأعمال اعلى الاساسات واعمال اعلى الاساسات زي ما قلنا ان هي بتبدأ من الاعمدة بتبدأ من ايه من الاعمدة وبعدين عملنا الاعمدة واشتغلناها واشتغلنا الاعتاب واشتغلنا كمان بدأنا نشتغل في الاسقف والكاميرات احنا دلوقتي بين ايدينا شغل الاسقف والكاميرات وعملنا مع بعض الحلقة اللي فاتت يعني التقفيصة طبعا لازم نميز بين ان عندي فيه تقفيصة قلنا ان عندي تقفيصة بتكون من خشب الايه الفليري والتقفيصة دي بتكون هي عصب المشروع او عصب المنشأ بتاعي عشان كده عملناها هي اللي بتشيل كل الاحمال الوقعة عليها من كل الاخشاب والخرصانة والحديد والعمال هي اللي بتشيل كل الكلام ده اللي عليها طيب بتكون متكونة من خشب الايه الفليري فقط لغير دي التقفيصة طيب او بيسموها برا ايه التخشيب بيسموها ايه التخشيب يبقى التقفيصة دي من خشب الفليري وبيسموها في السوق العمل برا التخشيب بتاعي طيب ده بالنسبة للشغل البلدي في السوق وبالنسبة للشغل البلدي في السوق التقفيصة عندنا بنسميها او بنشتغل عليها بيانضات في بيانضات او بيانضات في جسور وكمان بنعملها بنعمل لها اوايم في الليري والأوايم أو البيانضات كمان بيبقوا من الفليري وبرة بيعمل أوائم في برانضات والبرانضات بتاعته القايم بيبقى في الليري أما البرانضات بتاعته اللي هي اسمها عندنا بيانضات بيقول عليها برانضات وبيعملها من خشب اللتزانة من خشب اللتزانة بيكون اللتزانة في في الليري الأوايم فقط بتكون في الليري طيب احنا عايزين نتطرق مع بعض كده لان احنا نعرف احنا عملنا ايه على السريع في الشدة الخشبية قلنا احنا جينا على الشدة الخشبية واحنا بنشتغل فيها بدأنا بايه بالطابق السفلي بالطابق الايه بالطابق السفلي الطابق السفلي ده باش مهندس عملنا بيانضات طولية اهي اسفل في الاسفل بيانضات طولية رسناها بمسافات معلومة انت اللي عارفها وانت اللي عاملها جنب بعضها بين البيانضة والبيانضة من 80 لمتر حلوة كده وبعد كده عملنا البيانضات العرضية بتاعتي اللي هي موجودة عندي من الداخل دي اللي هي البيانضة دي وعملنا بعديها طبعا بيانضات على طول المسافة بتاعتي ده الطابق الايه الطابق السفلي عشان نعمل الطابق العلوي لازم نعمل ايه الاوايم بتاعتنا قلنا عشان تشتغل حضرتك لوحدك خد الاربع اوايم بتوع البكية بتاعتك وابدأ زي ما احنا شغالين برا الناس بتشتغل برا او الصناعية بيبدأ ياخد الاربع اوايم بتوع البكية الايم ده والايم ده والايم ده والايم ده الاربع دول ويبدأ يحمل عليهم يعمل عليهم لوح كده اسمه لوح حمال هيشيل بدل الضفضع أو يضفضع العرق ده والآيم ده يضفضعهم على المسافة المطلوبة وقلنا عشان نعمل الطابق العلوي على العروق بتاعت اللي هي الأوايم بأرفعها من تحت كام معايا الناس اكتب الكلام ده خطوة بخطوة اكتب الكلام ده خطوة بخطوة دي تالت خطوة أو رابع خطوة نتكلم فيها لعشان أعمل الطابق العلوي زي الطابق السفلي بأطلع من تحت وقيس من الأرض مسافة بتسمح بمرور العامل بتسمح بمرور العمال والصناعية من تحتها عشان أعمل الطابق العلوي ده بعد ما عملت الأربع أوائم الآيم ده والآيم ده والآيم ده والتنين اللي أصد منه بأعمل ياهندسة بأاخد على الآيم دون حاجة اسمها لوح حمال أو لوح لتزانة كده بحيث يشيل البيانضة الأولينية والبيانضة الأخيرة واحد زيه النحية التانية وأنا بأعمله بأعمل ياهندسة بقيس المسافة من تحت وأبدأ أثبت اللي فوق طيب سبتنا لوح النحية دي ولوح النحية دي عشان أقدر أشتغل لوحدي بحط عليه العرق العرق ده اللي هو البيانضة دي الأولينية بحطها من فوق وأم سبتها من هنا وأخد المسافة من دي من هنا كده وأبدأ أخد المسافة من هنا لغاية العرق الأخير خالص وأبدأ أطلحها فوق وأثبت البيانضة من الأول خالص وأجي على البيانضة اللي في الآخر البيانضة اللي فين اللي في الآخر يعني أثبت البيانضة الأولينية وبعد كده باجي أثبت البيانضة الأخيرة الطولية بعد ما ثبت البيانضة الطولية الأخيرة بقوم أثبتها من الأول هنا التانية البيانضة التانية بثبتها من الأول من هنا حلو بالأمطة وأجي أقوم واخد المسافة اللي تحت وقوم أثبت البيانضة من الناحية دي طيب فاضل عندي مين بقى فاضل عندي البيانضات الطولية دي والبيانضة دي مفيش مشكلة أسبهم لما أعمل مين ممكن أرفعهم عادي واشغلهم مفيش مشكلة وأثبتهم مفيش أي مشاكل خالص على مين على لوحي الحمال اللي أنا طلعته اللي هو بيسد مكان الضفضعة بيسد مكان مين الضفضعة حتى لا يسمح بهبوط التأفيصة بتاعتي كويس بحط عليه البيانضات دي الطولية اللي في النص كمان وأبدأ أسبتهم بسبت من الأول ومن الآخر وببدأ أسبت اللي في النص عادي خالص طيب هندسة بعد كده بقول أسبت البيانضات العرضية الأولانية أخذ المسافة بتاعتي كاملة وأبدأ أسبت المسافة البانضة الأولانية وأخذ المسافة كاملة وأبدأ أسبت البيانضة التانية اللي هي الأخيرة خالص للمشروع بتاعي وابدأ اوزع كل قايم اديله البيانضات بتاعته بكده انت وصلت ان انت سبتت التقفيصة بتاعتك كلها بتبدأ تنهزها عادي خالص زي ما انت شايف النهيز اللي قدام حضرتك ده اهو الانهزة بطريقة شطران جيب بحيث يبقى مايل نازل في قلب الارض من تحت وضائر في الارض بحيث ما ايجي مايل من فوق اثبته في العرقين او ثلاثة في عرقين او ثلاثة اي مين او ثلاثة يعني لان هي ازدوت وبيكون من خشب الفليري حتى يسمع يعمل على قوة ومتانة الايه قوة ومتانة الشدة الخشبية تمام كده يا جماعة بعد ما ثبت الشدة التقفيصة بتاعتي والانهزة قوتها بالانهزة بتاعتي ببدأ او بدأنا المرة اللي فاتت اشتغلنا العرقات بتاعتي طب خدنا العرقات على اساس ايه اكتب برضو الخطوات دي مهمة جدا اكتب الخطوات دي مهمة جدا في كل المشاريع عندي في اي سقف هتعملها في اي شغلانة هتعملها حلوة كده تقفيصة اللي عملتها للسقف ده هتعملها لأي سقف تاني ايا كان طيب بعد ما عملنا التقفيصة بتاعتنا بطلع عشان اعمل ايه عرقات الكامير بتاعي عملنا المرة اللي فاتت عرقات الكاميرا ازاي خدنا منسوب ارتفاع الكاميرا لو عندي السقف بتاعي مثلا ارتفاعه 3 متر وقال لي ارتفاع السقف الكاميرا لوحده 50 سنتي او 40 سنتي لو 40 سنتي يبقى من الثلاثة متر يبقى اذا باخد شرب على 2 متر و 60 2 متر و ايه 2 متر و 60 ممكن اخد شرب على الايم ده 2 متر واخد منه كام 60 سنتي وسبت الايه وسبت العرق بتاعي اخد منه شرب 60 سنتي وسبت العرق بتاعي مع العلم او مع مراعاة اننا لما اخد على الشرب بتاعي اراعي ان فيه تطريحة اللي هي هتشيل لوح القاع و اراعي ان فيه عندي حاجة اسمها لوح قاع حلو كده يبقى انا اراعي وانا باخد الشرب بتاعي بعد اما اخد الشرب ده ونقلته على كل الايه الاوايم بتاعتي كل الاوامل اللي في المشروع بتاعي او المنشأ بتاعي شربي واحد فقط لغير شرب على مستوى واحد طيب مع مراعاة زي ما قلنا هعيدها تاني يعني اعمل حساب الايه قيمة التطريحة ولوح الايه ولوح القاع للايه للكاميرا كويس يبقى انا عرفت خط الشرب على كام على اقصى منسوب الكاميرا بتاعي اللي هو بجيبه اقصى منسوب السقف واخصم منه قيمة ارتفاع الكاميرا وبعد كده باخد الشرب بتاعي ممكن ااخد على 2 متر واسبت مسمار وانا فوق ااخد 60 سنتي ونزل منهم قيمة التطريحة ولوح القاع فيش مشكلة وابدأ اسبت الايه العرق بتاعي جينا نسبت العرق بتاعنا سبتنا العرق الاولاني اللي هو الكبير ده بحيث اوزن عليه خدنا لقطة على العرق ده اللي هو القايم واخدنا وسبتنا العرق بتاعنا من هنا ابدأ اوزن العرق ده على نفسه لغاية ما يجي هنا واسبته حلو يبقى لو وزنته على نفسه بالميزان المية بميزان المية كده اهو حلو بلاقيه مظبوط بابدأ اسبته من الاخر واسبت يبقى انا سبتت من الاول اوزن اسبت من الاخر ابدأ بعد ما سبت تالت حاجة اسبت ال ايه الداخلي اللي في النص طيب هندسك كده انا عملت العرق ده باخد المقابل لي المقابل لي اوزنه كده اهو بالميزان كده من الاول ومن الاخر على العرق اللي تسبت عشان يبقى منسوب ايه منسوب واحد عشان يبقى يبقى الشكل عندي او العرق ده والعرق ده منسوب ايه منسوب واحد لان هي كاميرا واحدة يبقى انا عملت عرق مين العرقين بتوع الكاميرا الطولية الرئيسية دي الطولية الرئيسية دي منين من العمود المفروض ان فيه عمود هنا اهو وفي عمود هنا بيبقى موجود عندي عمود هنا وعمود هنا انا شغال زي ما حدك شايف كده على العمود ومنسوب ارتفاع السلف يبقى انا باجي اعمل بقى اثبت العرق ده ثبته وزنت عليه العرق التاني المقابل ليه بعد كده باوزنت العرقات اللي هي بتاع الكامرة الرئيسية دي من العمود ده للعمود التاني وزنت العرق ده العرقين دول بتوع الكاميرا الرئيسية زي ما عملته هنا طيب الخطوة اللي بعد كده ببص على مين ببص على الكاميرا الفرعية أشوف هي هل هي منسوب ارتفاعها مع ارتفاع الكاميرا الرئيسية ولا أقل لو أقل بزود بأرفع العرق بتاعي المنسوب اللي هو يقل عن الكاميرا الرئيسية طيب لو هو مساوي ولكن هي أقل شوية قلنا ما فيش أي مشكلة يبقى إذن العرق هيبقى في نفس المنسوب ده اللي موجود عندنا دلوقتي إن العرق بتاع الكاميرا الفرعية بتاعتنا في نفس منسوب مين منسوب الكاميرا الرئيسية حلو يبقى هو ما تعبنيش في حاجة كده طيب هندسة بعد ما ثبتنا من العرق بتاع الكاميرا الرئيسية الكاميرا الرئيسية الثلاث كاميرات الرئيسية احنا طبعا أطعين هنا كأن في عمود وكاميرا دي وصلة لغاية العمود هنا حلو بس احنا أطعين وشالين العمود عشان ده نموذج يعني اعتبر هنا في قطاع اهو في قطاع كده بالمسافة دي اللي عند الايه الميزان دي حلو لو انت كملت التمرين الجزء ده في زيه تاني الناحية التانية بس احنا قطعنا عشان يظهر عندي مين العمودين دول في عمودين تاني زيهم الناحية التانية طيب ماشي هندسة ايه الخطة اللي بعد كده باش مانس بعد اما سبتت العرقات وسبت كمان الكاميرا عرقات الكاميرا الفرعية جاي نقطة مهمة جدا جدا الا وهي اللي احنا عملناها برضو اسمها الايه اسمها التطاريح وزعنا التطاريح بتاعتنا كل كام كل خمسين سنتي وبتكون على بطنها اهي تطاريحة بتكون عندي اهي وبسبتها بمسمار ارشالي فين ها مسمار ارشالي فين يا هندسة في العرقات بسمار ارشالي في العرقات اهي هندسة بقى احاول اعلمها لك بحيث تبقى انت شايفها موجودة عندك اهي حلو كده يبقى انا عملت او وزعت التطاريح بتاعت كل خمسين سنتي على العرق بحاول اسبتها طبعا احنا سبتنا العرق بالامطة طب ما هيديها استاذ من خشب المسكي والعرق من خشب المسكي والخشب المسكي ده انت قلتلي سبته بالامطة هنا سبتنا في الامطة فين؟ في العرق في الايم يعني ولكن دي هتتسبت على بطناها هتتسبت على بطناها هي شايلة ولا متشالة هي شايلة لوح القاع ولكن متشالة على مين؟ على العرق بتاعي متشالة على العرق بتاعي لو لفته سنة معاك والتطريحة عندي متشالة على العرق فبسبتها على بطنها عادي خالص وهي بتتسبت بمسمار ارشالي كده مسمار مايل في الجنب ده ومسمار مايل من الجنب التاني وبتتحركش من مكانها وبتكون على مسافة محورية بين التطريحة والتطريحة حوالي خمسين سنت خمسين سنت تقل المسافة لكن ما تزدش عن خمسين سنت ليه يا استاذ ما تزدش عن خمسين سنت وهي من خشب المسكي عشان تقدر تكتر او تزود في المسافات بتاعتك اتقلل في المسافات بتاعتك وتزود في عدد الايه عدد التطريح اللي هتقدر ان انت تشيل معاك الاحمال الوقعة عليها طيب هندسة ايه الخطوة اللي انت عملتها بعد كده الحصة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت جينا بعد كده على طول اكيد سبتنا الاعان ايه هي الاعان اللي هو قاع الكاميرا قاع الايه الكاميرا سبتنا القيعان يعني ايه يعني حطينا القيعان او قاع الكاميرا بالمسافة المطلوبة في مكانها المطلوب في مكانها الايه في مكانها المطلوب طيب يا استاذ ايه مكانها المطلوب دي يعني مكانها المطلوب اللي هو من العمود للايه للعمود بشد خيط من العمود للعمود عشان اقدر ان انا اسبت مين اسبت الايه اللوح الاعدى في مكانه المطلوب في مكانه السليم لما شد الخيط بشد الخيط عشان لو اللوح فيه أوسى أو هوسى اللوحين أو كلام من دون يبقى إذن يكونوا على استقامة واحدة لأنا ممكن يكون من العمود للعمود 6 متر وأنا ما عنديش ما عنديش ألواح 6 متر أجيب 3 وجنبي 3 فإذن لو أنا شديت خيط هتديني استقامة كاملة جدا جدا استقامة عدلة للجنب بتاعي ممكن يكون الاستقامة أو الخيط يتشد من بره يتشد من على الجنب النظيف للعمود بتاعي أو للكاميرا بتاعتي الجنب النظيف ودايما بيكون الجنب الخارجي بشد عليه الخيط اللي هو الجنب الخارجي زي ما حدثك شايف كده ونفس القصة من هنا بشد الخيط من هنا وأبدأ أثبت القاع بتاعي يعني أنا ما بعملوش وخلاص طيب هندس أنا عندي في الشغل الأستاذ قال لي أو المدرب بتاعي قال لي ثبت القاعان بتاعتك للايه للكامير بتاعك عملنا الدنيا دي ماشية زي كده وما فيش مثلا عندي في عندي عمود خشب انت بتعمله بتنزل من العمود عادي سبعة سنة ونص بتثبت العرقات والتطريح بتاعتك وتثبت القاع بتاعك يا إما يركب على لوح الجنب بتاع العمود يا إما ييجي في وش لوح لوح جنب العمود ودي بتكون لها حسابات عشان أحسبها لو أنا نزلت من أقصى ارتفاع العمود اللي هو أقصى منسوب الكاميرا بتاعتي لو أنا نزلت خمسة سنتي يبقى بسبت وارا الجنب بتاع العمود حلو طب لو أنا نزلت سبعة سنتي ونص يبقى إذن هو عمل حسابي التطريحة ولوح القاع يبقى بركب لوح القاع فوق جنب العمود بتاعي ركز في الحتة دي كويس جدا طيب نخش بقى في الخطوة اللي بعد كده ثلاثة متر مثلا ودي هتبقى جنب ودي هتبقى جنب محكوم جدا أهو ودي مثلا وليكن ثلاثة متر برضو أهي مسافة متساوية يبقى دي الجنب ده زي الجنب ده يبقى أنا عندي جنبين مثلا وليكن ثلاثة متر عندي كمان الجنب الرئيسي اللي بتاع الكاميرا الخارجية أهو بقيسه لقيت وليكن عندي عوامل خمسة متر ونص أو خمسة خمسة متر ونص تمام واجه على الجنب التاني لقيت وعامل معايا كام خمسة متر مع مراعاة ايه الجنب الساحق وايه الجنب اللاحق يعني ايه الساحق ويعني ايه اللاحق يعني شوف الجنب أنهو بالزبط اللي هيخش جوه ومين اللي هيقابله يعني مين اللي هيركب على مين فاللي هيركب الجنب اللي هيركب على التاني أخذ مسافة في الجنب اللي هو يعني ساحق معايا اخد مسافة اقلل منه مسافة الايه اتنين سنت ونص اللي هما قيمة لوح الايه لوح اللتزانة اللي هو بتاع الجنب التين كويس كده بعد كده بعد لما خدت المقاسات بتاعتي باخد متري وانزل على عدتي اللي انا جاهزتها وابدأ اجهز الايه اجهز الجوانب بتاعتي ابدأ اجهز الجوانب بتاعتي تعالى عايز اوريك جنب كده واحنا شغالين فيه او احنا عملنا الجنب بتاعنا ازاي اهو وليكن عندي الجنب ده اهو للكاميرا دي ده الجنب ده اوان انا جمعتله خدت المسافة بتاعته ليتها وليكن خمسة متر ونص حلو زي الجنب الثاني يعني عندي اربع اتنين اربعة خمس اجناب خمسة متر ونص مسلا فانا بجيب اللي الواح بتاعتهم وابدأ اسبتها بسبتها بايه بطلعه على الايه على الكاميرا كده زي ما حاضيتك شايف كده بالزبط ليه بطلعه على الكاميرا ورص اللي جناب زي ما هي ما رصوصة قدامك كده بالزبط ليه برصها هنا بش مهندس او ليه بحط الجنب كده وليه بحط رص اللي جناب او اللي الواح جنب بعضها اه دي عندي لوح اتنين تلاتة اربعة في اتناشر سنتي ونص يدوني الارتفاع الخارجي زائد الايه زائد اه 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 ارتفاع الكاميرا زائد ارتفاع الايه اه وهنتكلم في المضوع ده تاني برضو واحنا بنسبته زائد ارتفاع الاداير بتاعي اللي هو ارتفاع السلف طيب انا جهزت الجنب ده وبجهز اللي جناب بتاعتي كلها وابدأ اسبتها زي ما هنسبت الجنب ده قدام ساعتك كده بجيب الايه العوارض بتاعت الجنب اه دي العوارض بتاعت الجنب واده الجنب ما شاء الله ظاهر عندك اهو كويس خالص وابدأ احط الايه العرضة الاولانية وقيس منها خمسين سنتي وابدأ اسبت الايه اسبت العوارض بتاعت كويس يا اما ايه اخد من الاولانية وايه مسافات متساوية ياخد المعارضة الاولانية والعارضة الاخيرة ووسطانها ووسطان المسافات بحيث ما تقلش ما تزدش المسافة بين العرضة والعرضة عن كام هندسة عن خمسين سنتي وابدأ اسبتها زي ما حضرتك شايف كده طيب هو كده الجنب خلص الجنب ده بيتسبت له حاجتين تاني بسبت له من وراه لما باجي اعدله بسبت له من وراه حاجة اسمها ايه اسمها لوح اهو ده جنب احنا مسبتينه اهو بسبت له من وراه حاجة اسمها لوح عرق صناعي عرق صناعي اهو كويس اللي من فوق ده على الايه على العوارض بتاعتي عرق صناعي العرق ده بسبته بمسافة مظبوطة في العرق الداخلي او الجنابة الداخلية كلها بسبت لها عرق صناعي ومسافته بتكون مظبوطة جدا والافضل زي ما عملته فوق هنا زي ما سبت العوارض في الجنب من فوق على التمرين بتاعي اسبت العرق على التمرين العرق الصناعي على التمرين العرق الصناعي ده بقوم عامل ايه هندسة بقوم فارد المتر بتاعي واخد مسافة من فوق اللي هي قيمة التطريحة ولوح التطبيق بتاع السقف اسها من الاول وعلم على العرضة الاولينية واس من الاخر وعلم على العرضة الاولينية وابدأ اسبت لوح الايه لوح التشكيل اللي هو بنسميه هنا عرق صناعي هنا ما سموش بقى لوح تشكيل احنا سميناه في الجوانب بتاعة الكاميرات والميد لوح تشكيل هنا بنسميه عرق صناعي ليه؟ لانه بيعمل عمل العرق المسكي تماما وكمان مش كده وبس بأوزن عليه العرق المسكي بأوزن عليه مين؟ العرق المسكي بقى أنا سبت العرق اهو بتاعي وأبدأ أسبت عليه هسبت عليه أسبته على العوارض بتاعتي وبيكون بالمناسبة من خشب الايه؟ اللي تزانع عشان كده قلت عليه عرق صناعي مش عرق مسكي مش عرق وسكيط كمان يبقى احنا عارفين ان العرق من خشب المسكي لانه بيتسبت على مين؟ بيتسبت على الايه؟ الاوايم وبيحمل قيعان الكامير وبيحمل تطبيق يعني بيحمل قيعان الكامير او تطريح الكامير وتطريح الاسقف حلو كده؟ طب هنا اسمه عرق صناعي ليه؟ عشان هو من خشب اللي تزانع مش من المسكي فسميته لتزانع هناك بيتسبت بالأمط العرق ده الصناعي بيتسبت بالايه؟ بالمسمار هناك بيتسبت على الاوايم هنا بيتسبت على العوارض للجنب هنا بيتسبت على مين؟ على عوارض الايه؟ الجنب خليك معايا عشان ايه؟ وحاول تكتب خطوة بخطوة وتكتب بعد اذنك الكلام اللي بقولك عليه كويس جدا لأن ده انت مش النهار ده بس هتتكلم فيه او هتشتغله لا ده انت على طول بقى مدى الحياة لو اشتغلت بالكلام ده في شغلك في امتحاناتك هتبقى تتقيم عليه تقييم اجتاز وتاخد كمان درجة الامتياز وتخش بها جمعة او تخش سوء العمل ولو الروح تسوء العمل كمان بتلاقي الشغل هو هو بالضبط زي ما بنتكلم كده بال يعني بالسانتي لو كتبت الخطوات خدها وشوف سوء العمل ماشي ازاي عشان كده انت راجل في الجدرات بياخدك سوء العمل بياخدك وهو مغمض ما بيعمل لكش اختبارات ولا يقولك انزل اعملي اتدرب في ست شهور ولا سبع شهور ولا سنة ولا كلام من دوت في مراكز تدريب طيب بعد ما سبتنا الجنب وعملنا عليه العرق الصناعي بنبدأ بقى نشتغل ونجيب اللجناب بتاعتنا كلها ونرفعها فين على الايه على التمرين بتاعنا ونبدأ نشتغل شغلنا المزبوط طيب هندسك انا بقى هاخد اللي ايه انا سبت اللجناب بتاعتي برا حلو كلها زي ما حدتك شايف كده كل اللجناب موجودة عندي اهي حلو هبدأ ارفع اللجناب بتاعتي ارفع الايه اللجناب ايه بتاعتي ادي الجنب ده والجنب ده بس انا ما برفعوش وحط الجنب كده وخلاص لانا بعرف او عارف ان الجنب ده هيبقى مكانه فين عارف ان الجنب ده هيبقى مكانه فين لان انا ماسك المت وباخد المسافة دي ارفع لي يا ابني الجنب الايه او انت بتنزل تجيب الجنب اللي انت مسبته للمسافة دي وخاصة كمان عشان احنا ما انتهش قوي احنا سبتنا الجناب على المشروع بتاعي مجرد ما سبت الجنب زي ما احنا عملنا في الاول فردنا الجنب بتاعي اللي هو اللي الواح وبعد كده سبتنا بالعوارد وبعد كده سبتنا عليه العرق الصناعي او الوحي المراية لو هو جنب خارجي بيكون كل جنب في مكان ببدأ ارفع الجناب واو من الجناب بتاعتي زي ما حضرتك شايف كده اهي ادي الجنب التاني بتاعي اللي هو المسافة اللي هي قلنا عليها تلاتة متر كويس ارجع المسافة المطلوبة بتاعتي اكيد حضرتك شايف الشغل من عندك تمام اهي تبدأ تثبت الجنب ازاي بتثبت الجنب بمسمار واحد بس من فوق الجنبين مع بعض بتثبتهم بمسمار واحد بس من فوق واحد هيسأل ليه هندسة طيب انا سبت بمسمار واحد بس ليه اه اه ما انت هتثبت الجنب بمسمار واحد على اساس ان الجنب ده هندسة ما يعمل لكش مشكلة بعد ما تيجي توزن ما احنا لسه مش بنسبت وخلاص احنا لسه هنوزن الجنب بتاعنا لسه هنوزن ايه الجنب بتاعنا كويس طيب طالما انا هاوزن الجنب ده طالما انا هاوزنه يبقى انا اعمل ايه يبقى انا ابدأ ان انا اسبته في مكانه الايه المزبوط اسبته في مكانه الايه المزبوط طيب وليه بسبته بمسمار واحد هندسة بسبته بمسمار واحد على اساس ان انا حبيت اوزنه وجيه فيه خلل اه ابدأ المسمار بتاعي ما بقاش عندي عائق ولا مشكلة تعوق الحركة بتاعتي ويكون سهل علي حركته وفكه بص الجنب بجي فين جيني في المسافة المطلوبة بتاعتي اهي وعلى اللوح القاع بتاعي ده ولوح القاع بتاعي ده طب وانا بسبت الجنب ده وانا بسبت الجنب بدي له مسمار في لوح القاع بدي له مسمار فين في لوح القاع من اسفل حين وكده بعد ما ثبتت الجنب بلوح القاع من أسفل بأدي له حاجة اسمها لوح زن لوح زي كده بجيبه وقوم زاني العرق الجنب بتاعي من أسفل بلوح زن لوح الزن ده بيبقى من خشب إيه يا باش مهندس بيبقى من خشب بروف عليك اللتزانة وقطاع اللتزانة واحد في اربعة بوصة واحد في خمسة بوصة يعني اتنين سنت ونص في كام في عشرة اتنين سنت ونص في كام في عشرة جميل جدا بعد ما ثبت اللي جناب بتاعتي زي ما حضرتك شايف كده أو الجنب ده ثبتته وثبتته بمسمار من فوق ومسمار من هنا من فوق بعد كده اديت اللي جناب بتاعتي قوتها من تحت بلوح الزن طيب يا هندس انت سبتت اللي جناب بتاعتك بلوح الايه بلوح الزن صح كده طيب انت كده سبتت الجنب منين سبتت الجنب من ايه من اسفل صح كده يبقى انا سبتت الجنب من الاسفل هل ينفع اسيبه بعد كده زي ما هو متسبت من اسفل وخلاص لا ما ينفعش طيب اعمل يا هندسة احنا سبتنا الجنب من اسفل يبقى لازم الجنب يتقوى من فوق طيب لو ما تقواش الجنب من فوق يبقى انا ما عملتش حاجة جميل اهو ادي الجنب اهو مين اللي بيقوي الجنب من اسفل ومين اللي بيقوي الجنب من اعلى خليك معايا بقى دي حتة مهمة جدا جدا اللي بيقوي الجنب من اسفل هو مين هو لوح الايه الزن بتاع لوح الايه لوح الزن بتاع طيب مين اللي بيقوي الجنب من اعلى الايه التطريح بتاعتي بتاعت الايه? بتاعت السقف تطريح الايه? تطريح السقف كويس يبقى انا سبتت اللجناب بتاعتي اهي ابدأ بعد كده نعمل ايه? احرك الايه? اللجناب بتاعتي وابدأ اسبتها مكانها الرئيسي طيب وانا بسبت الجنب هل ينفع وانا بقوي الجنب بتاعي وانا بقوي الجنب من اسفل اسبته بالمسمار على طول اه لازم اسمها حطت اسمها دي ايه? اسمه لوح ايه? لوح زنق ولوح الزنق ده ما ينفعش ان انا اسبته خلاص لا انا لازم احطه في مكانه الطبيعي مكانه الايه? الطبيعي كويس هل ليك معي تمام? طبعا في كل حاجة براجع شغلي واحدة واحدة براجع شغلي ايه؟ واحدة واحدة الحاجة اللي مش في مكانها بحاول ان انا اسبتها في ايه؟ في مكانها الاصل تمام? طيب بعد ما سبتت الاجناب وعملتها في الاماكن بتاعتها الاصلية بعمل ايه هندسة عشان اسبت لوح الزنق بتاعي وانا شغال باوزن الجنب من الاول واوزنه منين واوزنه من الاخر حلو? واوزن الجنب التاني من الاول واوزنه منين واوزنه كمان من الاخر اهو طيب بعد ما وزنت أعيد عليهم تاني تقوية أعيد على الجنب بتاعي تاني تقوية خيس ماشي هندسة يبقى شوك لنا كده تمام كده عملنا الجنب الداخلي للكاميرا الرئيسية دي وطبعاً الكاميرا الرئيسية دي الجنب بتاعها أقولنا كام 6 متر بس بنراعي حتة إن الكاميرا الرئيسية دي موصولة بإيه؟ موصول فيها كاميرا فرعية وإحنا قلنا الكاميرا الفرعية لازم تتحط في الاعتبار فباجي على الجنب الستة متر بتاعي ده وأبدأ أقسمه نصين أبدأ أقسمه إيه؟ أقسمه نصين أقسمه نصين وأخذ منه قطاع اللي هو أقطع الجنب بتاعي مسافة قطاع الجنب بتاعي بتاع الكاميرا الفرعية بتاع الكاميرا الفرعية في مكانه المطلوب في مكانه المطلوب بتاعي طيب عملت له جنب داخلي وجنب داخلي تاني اللي هو الصغير ده اللي هو التلاتة متر اللي قلنا عليه بعد كده خدت الجنب ده والجنب التاني بتاع الباكية نفسه يبقى أنا عملت إيه؟ لو أنا كملت اللي جناب من هنا باخد إيه؟ بيبقى فيه جنب رابع تاني يبقى دي عندي جنب اتنين تلاتة أربعة يبقى أنا بروزت إيه؟ بروزت الباكية دي نيجي على الباكية التانية سبتنا إيه؟ الجنب ده وسبتنا جنب ده وسبتنا الجنب ده نيجي على القطاع ده لو القطاع ده مش موجود مش مقطوع من هنا هيبقى في جنب ايه رابع اسمه بقى برة لما الصناع يجي يتكلم معايا اقول له او هو تتكلم اتقول له بروزت السقف ولا لسه كده احنا فعلا بروزنا مين بروزنا السقف بروزنا الايه السقف بتاعنا البروز ده اللي هو ايه اللي هو الكمر او اجناب الكمر الداخلية اجناب الايه الكمر الداخلية هو انت عملت يا مستر اجناب الكامير الداخلية يعني ده جنب داخلي طب يعني فيه جنب خارجي الجنب الداخلي يا باش مهندس بيبقى ارتفاعه ارتفاع الكاميرا بس او فقط لغير ارتفاع الكاميرا فقط لغير طيب طب الجنب الخارجي يبقى اذا انت عندك جنب داخلي فيه جنب خارجي الجنب الخارجي بقى اللي انا هسبته او اللي انا هعمله هيبقى هياخد ارتفاع الايه هياخد ارتفاع الجنب اللي هو الداخلي زائد ارتفاع مين بزود له على طول ارتفاع السقف بتاعي او لوح اسمه لوح الداير لوح داير الايه لوح داير السقف انا عامله برضو هو مجهزه عشان لما خلص السقف وطبقه دلوقتي لسه هنعمل تطريح وعلاقات السقف بتاعنا حلو بعد كده هنعمل ايه بعد كده هنشتغل فين هنشتغل في الجنب الخارجي ولكن انا بقى اعرفك ان احنا وحنا شغالين في الجنب الخارجي الجنب الخارجي هندسة بيبقى شغلته معايا ان انا بقى اضيف له حاجة مهمة جدا جدا ايه هي اللي هو ارتفاع الداير بتاعي ارتفاع الايه ارتفاع لوح الداير بتاعي طيب انا هنا عايز اعمل الايه يعني الخطوة اللي بعد كده بتبقى اه تشغيل السقف احنا كده عملنا اللي جنب بتاعتنا اوينا اللي جنب بتاعتنا سبتنا مسمار فوق وبدأنا وزننا من هنا من الاول وزننا من الاخر وسبتنا اللي جنب بتاعتنا تمام واتزنقناها بلوح الزن كده الجنب بتاعي بقى تمام التمام طيب ابدأ انا انقل المسافة اللي تحت وانقل واشوفها هي مظبوطة الجنب ده مظبوط ولا مش مظبوط طيب يا استاذ بعد ما نخلص خالص هقولك احنا تقوية زيادة للجوانب بتاعتنا شكلها هي نخش على الخطوة اللي بعد كده احنا كده بروزنا السقف بتاع الباكية دي بروزنا السقف بتاع الباكية التانية دي عايز اعمل ايه اعمله الايه العرقات بتاعتي بجيب العرقات بتاعتنا اهي كويس ادي العرق الاولاني وابدأ اسبته زي ما حضرتك شايف كده منين يا استاذ ايوه منها على العرق الايه جرافو عليك العرق اللي تزانى اللي هو اسمه عرق ها اسمه عرق صناعي برافو عليك يبقى انا باخد منسوب منين منسوب بتاع العرق بتاعي باخده من على العرق الايه العرق الصناعي تمام يبقى انا سبتت العرق بتاعي اهو خلي بالك من الحتة دي مهمة جدا جدا يبقى انا باخد منسوب منين انا عامل المنسوب اصلا ظاهر وواضح قدامي واخده على العرق مين العرق الصناعي اللي متسبت على الجنب بتاعي اللي انا بروزت به الايه لما لو انا بصيت على الاربع اجناب بتوعي هلاقي كل جنب عليه عرق صناعي حلو كده والعرق الصناعي ده مبروز برضو الايه السقف بتاعي بقوم وازن عليه يعني انا لو حطيت الميزان بتاعي لو حطيت الايه الميزان بتاعي اهو هادي الميزان لو حطيته على العرق الصناعي وجيت اوزن لازم يطلع مظبوط مية في المية شفت هندسة تمام ما شاء الله شغل زي الفل تمام ادي الميزانة هو والفقاعة عندي مظبوطة في النص ايه وموزونة جدا على العرق الايه العرق المسكي اللي انا هسبته على الاوائم بتاع السقف موزون على العرقات الايه العرقات المسكي العرقات الصناعي طيب هندسة بعد كده بقوم سبت من هناك باجة سبت فين في العرقات بتاعتي في الاوائم ماشي اهي طبعا انا بسبته بالايه بالقمط الحديدية بالقمط الايه بالقمط الحديدية بسبت العرق بتاعي بالقمط الحديدية مع مين ايوه مع الاوائم لانه من خشب من خشب المسكي وخشب المسكي زي ما قلنا اتنين في اربعة واتنين في خمسة واتنين في ايه واتنين في ستة تمام طيب بعد كده ايوه بوش على العرق التاني مع الوزن مع الايه مع الايه تمام مع الوزن جميل بس مع ملاحظة ان العرق ده يكون فوق العرق لانه فوق عرق الكاميرا تماما فوق عرق الكاميرا تماما ماشي هندسة بس اثبته بالمسمار هناك عشان هبدأ بعد ما ثبته بالمسمار واحد ببدأ اعمل ايه ببدأ اوزنه حلو جدا اوزن الاول امشيك مزبوط ولا مش مزبوط تمام وطبعا انت لو عندك الميزان يعني بيكون صغير في المشروع بتاعت بنعمل ايه هقولك على طريقة برضو كويسة لكسبية العرقات دي اللي الصنايعي بيبقى شغال بيها برا ولكن دي الطريقة المنجزة بالنسبالك انت تبدأ ان انت تشغلها كويس كده ثبتنا العرق بتاعنا هرجع اقيسه تاني او اعيد عليه مقاس تاني او وزنه بمعنى اصح اهو بوزنه من الاول بوزنه من الاخر بس بطريقة عكسية مزبوط تمام طيب الصناعي بقى برا بيعمل ايه عشان يسبت العرق ده عشان يسبت العرقات بتاعتي بتاعت السقف دي بيسبت ايه بيشد خيط في الاول خالص بيشد خيط فين في الاول خالص عند مين عند اول حاجة خالص في الايه في البكية اول حاجة خالص في البكية بتاعتي بيشد خيط في الاول وبيبدأ يشد خيط في الاخر يشد خيط فين في الاخر خالص طيب بعد اما يشد الخيطان بتاعته في الاول وفي الاخر على اول ايم كده يشد خيط وآخر قيم يشد خيط ويجي يقوم ماسك العرق من هنا يقوم مسبته لامس يدوب في الخيط يدوب لامس الخيط بتاعه طيب بعد ما لمس الخيط بتاعه يبقى الطبيعي انه هو هيعمل ايه طبيعي انه هو لما لمس الخيط بتاعه هيبقى مظبوط حلو لان الخيط موزون الخيط مشدود على مين على الجنب ده على العرق ده والعرق مين العرق التاني اللي هو العرق الصناعي اللي هو اللي متسبت على الجنب بتاعه حلو كده يعني ايه يعني انا سبتت الجناب وبروزت السقف بتاعي اجي على الطول بتاعي واخد في العرض من هناك خيط في الايم الاولان على مستوى الايم الاولاني اللي هو الايم ده اشد خيط كده واجي في اخر ايم في الباكية خالص عشان أنا عند الباكية بتبقى طويلة ومش عايز حد يعني يمسك واحد بس اللي يمسك قصادي لو احتاجت حد وممكن أنا الواحد أثبته باجه أثبت من هنا في العرق الصناعي هنا خط آخر حاجة خالص في الآخر الباكية يبقى واحد في الأول وواحد في الآخر واشده على الآيم اللي موجود هنا حلو واجه عند الآيم من الناحية التانية الناحية الأولينية في الأول وفي الآخر أثبت في الأول بمسمار لو أنا بثبت في السوق بتثبت العرق بمسمار اللي هو العرقات بتاعت الفرق بين شغلي وشغلي السوق إن العرق هنا من الخشب المسك في السوق بيثبته من خشب إلا تظن طيب لو أنت بتثبت في الورشة بتاعتك في المدرسة بتثبته أول حاجة بأمطة من هنا على مين على الخيط بتاعتك بتثبت في الأول من عند الخيط الأولين وترجع جاري هناك تثبت ترفع العرق تثبته في الخيط عند الخيط الاولان التاني كويس ترفع العرق وتثبته التثبيت التاني طب التثبيت اللي في النص يا استاذ قبل ما تثبت اللي في النص توزن وقبل ما تثبت التاني تثبيت توزن حلو يبقى انا ثبتت الاولاني على الخيط اللي هناك على الخيط برضو مش محتاج مني اي حاجة يبقى انا الخيط ده مظبوط والخيط ده مظبوط برفع واكد تاني بالميزان اقوم ما اكد تاني بالميزان بتاعي اوزينه كده ولما أثبت العرق اللي بعديه أثب أوزن تاني وأخذ ششنة عندي لكن أنا لو شادد على العرقات مش محتاج أن أنا أوزن تاني وده راجع وده بتديني سرعة في الوقت فعلا طيب هندسة يبقى نعيد العرق التاني من خشب إيه العرق المسكي بتاع السقف من خشب إيه من خشب المسكي بتاعي والقطاعات بتاعته بتكون اتنين فاربعة بوصة واتنين في خمسة بوصة ودايما في العرق بستسهل اللي هو العرق اللي بيكون اتنين فاربعة بيكون خفيف وكويس معايا إذا استعملته في أحمال تقيلة بحط عرق اللي هو العرق الاتنين في خمسة بحيث يبقى اتناشر سنتي ونص ويتحمل معايا كويس جدا طيب الخطوة اللي بعد كده إيه هندسة إن أنا بجيب التطريح بتاعتي بسبت الايه بسبت التطريح بتاعتي تطريح السقف بتاعتي بتكون من خشب ايه هندسة بتكون من خشب الايه أيوة من خشب المسكي زيها زي الايه زيها زي العرق تماما زيها زي العرق تماما قادي التطريح بتاعتي من خشب المسكي اهي كويس ببدأ اعمل ايه اوزع التطريح بتاعتي بالتساوي كل كام كل خمسين سنتي برافو عليك كل خمسين سنتي وقسها تبقى مسافة محورية كل كان خمسين سنتي طيب بعد كده هندسة بعد طيب أنا براعي ايه بقى براعي إن أنا وانا شغال التطريحة ما تجيش عند الايه عند الايم والايم ده وانا شغال ما يكونش طالع من التطريحة ولا سنتي ولا ملي كمان لو العرق ده او الايم دوت الايم بتاعي لو هو اطول من التطريحة سنتي واحد او ملي واحد يبقى هيرفع لي لوح الايه هيرفع لي لوح الاع بتاعي وده طبعا مش هينفع هيرفع لوح الايه لوح الاع بتاعي وده مش هينفع تماما بحيث ان انا لو رفع لوح القاع هيدي تأويس في السقف او اللوح نفسه لوح التطبيق معلش لوح القاع بتاع الكامير لكن هنا لوح التطبيق هيرفع القايم هيرفعه فهيخش فين هيخش في خرصانة الايه السقف طبعا هيدي رونك معماري مش تمام خالص فمن هنا يبقى انا كده لازم اراعي حتة ان التطريحة تبقى جنب القايم ولو قريبة من القايم او اشوف لو هي طاء القايم مثلا معديها احاول اقطعه او اقصر القايم ده بحيث ما يدنيش ايه يعني ما يزقليش اللي ايه التطبيق بتاعي وتبقى عندي طبعا مشكلة طيب هندسة ايه الخطوة اللي بعد كده ان انا باجي بعد كده اعمل على بروزة السقف بروزة الايه بروزة السقف بتاعي احط برواز للسقف ايه هو البرواز والبرواز عندي بيكون من خشب الايه من خشب الا تزانة البرواز بيكون من خشب الا تزانة زي ما حضرتك شايف كده عشان اطبق السقف بيكون ببروز السقف بتاعي زي ما حضرتك شايف اهو كويس بحيث ان انا وانا شغال البرواز بيكون من خشب الا تزانة من نفس الخشب اللي بستخدمه المين اللي بستخدمه لتطبيق السقف من نفس الخشب اللي بستخدمه لتطبيق الايه لتطبيق السقف بتاعي طيب باجي بعد كده ايه البرواز بتاعي بيكون نقصه يبقى انا خدت برواز يمين وبرواز ايه وبرواز شمال طيب بيكون نقصه البرواز اللي فين اللي على الجنب ده بيكون كده طيب يا استاذ انا خدت البرواز كده بتاعي وبروزت السقف عايز اطبق السقف يبقى البرواز ده مش هو هو تطبيق السقف هو هو تطبيق السقف من ضمن تطبيق السقف البرواز ولكن انا ببروز السقف عشان اعرف اللجناب بتاعتي مزبوطة ولا مش مزبوطة متربعة ولا مش متربعة لو بسط لها زي ما حياتك تشايف كده بتلاقي بتشوف عندي الاين بين العرق بين اهو التطريحة بتاعتي المنسوب بتاعها مزبوط 100% اللجناب بتاعتي المسافات لو جيت اقيس براقيها مسافات مزبوطة 100% من المقاس ده للمقاس ده كمان بسبت البرواز بتاعي ده لوح البرواز ده على اساس ايه بسبت لوح البروازة باش مهندس على اساس ان انا اشوف او ازبطه لو هو اللوح اثبته من فوق الجنب يبقى انا عامل حساب الجنب ارتفاع الجنب بيشمل ايه بيشمل اللوح ده بحيث لما ايه يبقى ايه ازن الجنب ده هيبقى لطش جنب الايه جنب الايه على طول لو هسبت لوح البرواز ده او لوح التطبيق عامة من فوق الجنب بتاعي يبقى بسبت الايه الجنب لطش على الايه على اللوح بتاعي وبيكون اللوح كام جنب الايه الجنب على طول والجنب يبقى ظاهر كده لطشة على جنب الكاميرا يبقى اذا الجنب بتاع الكاميرا لازم يكون اتنين واربعين سان تونوس لازم يكون كام يا باش مهندس اتنين واربعين سان تونوس يبقى احنا كده عرفنا ان احنا نعمل الواح التطبيق بتاعتنا عملنا قبل لوح التطبيق التطريح اللي هتشيل لوح التطبيق عملنا قبل لوح التطبيق قبل التطريحة عملنا مين العرقات اللي هتشيل لوح التطبيق للسقف وكمان عرفنا ان انا بعمل العرقات على اساس ايه على اساس ان انا ببروز السقف بتاعي كله ببروزه يعني بعمله اربع جوانب داخلية للايه للكاميرات أربع جوانب داخلية للايه للكاميرات من هنا يبقى احنا كده وصلنا يعني يعتبر نهاية حلقتنا النهاردة وان احنا ان شاء الله بعد كده ان شاء الله في الحلقة اللي جاية نبدأ نتعرف ان احنا على السقف اللي جاي ان شاء الله يعني هيبقى الاسقف المعصبة في اتجاه واحد وفي اتجاهين والاسقف الكاميري وطبعا زي ما قلنا ان احنا الاسقف كلها بعمل لها تقفيصة واحدة والتقفيصة دي بتبقى يعني تشتغل معايا في كل الاسقف مع اختلاف الى وجود كاميرا او عدم وجود كاميرات في الاسقف بتاعتي مع مرعاة حساب ارتفاع الايه ارتفاع السقف بتاعي للايه للأوايم الداخلية وبكده نكون وصلنا لاخر او نهاية حلقتنا النهاردة مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته